السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طب الأسرة والمجتمع فرع جدا تحت أنوان حيث صحي وآمن بالتعاون مع شركة فايزر السعودية للسنة الثالثة على التوالي والذين تشرفوا فيه باستضافة قامتين علميتين وطبيتين عظيمتين وهما سعادة الدكتور أشرف عبدالقيوم أمير استشاري طب الأسرة بالمركز الطبي الدولي نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وكذلك سعادة الدكتور فقر زهير الأيوبي استشاري صيدة لتخصص أمراض القلب ورئيس الصيادلة المتخصصين بجمعية القلب السعودية والذين سيقدمان لنا عصارة شبراتهم الطبية والعلمية للتوعية بأهمية الوقاية من الأمراض وحماية حجاج بيت الله الحرام من الإصابة بها كما يصروني أن أرحب بالضيوف مؤتمرنا في هذه الأنسية من ممثلي وأعضاء المجلس التنسيقي الأعلى لحجاج الداخل وهم سعادة الدكتور حامد الراشدي مشرف الجودة والتمييز المؤسسي بالمجلس التنسيقي لحجاج الداخل وسعادة الأستاذ أنسا لهابي مسؤول للملف الصحي وبرنامج أجير بالمجلس التنسيقي بالإضافة إلى سعادة الأستاذ جمال عبد الرحمن بهكلي المدير العام لشركة الأبرار لحجاج الداخل وهو الممثل لعديد من شركات حجاج الداخل أكرر أيضا التلحيب بكم أنتم أيها الزملاء الصحفيون والزميلات الأفاضل وأدعوكم جميعا لبدء برنامجنا العلمي لهذه الأنسية في المحاضرة الأولى في هذا البرنامج والتي سيقدمها لنا سعادة الدكتور أشرف أمير بعنوان التطايمات والنظافة العامة والأمراض المجملة بالإتفضل الدكتور أشرف طيب واضح السلايد حقي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني وثوات الكرام أصحاب السعادة الحضور الكريم ضيوفنا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء الذي يتكرر كل السنة على السنوات الثلاثة الماضية وأدو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء مبارك ومثبر من خلال نصل بهذا المعلومات وهذه الإضاحات إلى زملائنا في الجهاز الإعلامي لهم يعتبر مكرمدين للجهاز الطبي بذات نحو تكامل فريق عمل واحد لتحقيق إن شاء الله هدفنا حج صحي وآمن لهذا الموسم بإذن الله أنا راح أتشرف أني أقدم لكم بعض المواضيع اللي هي قد تكون مهمة هي مواضيع قديمة جديدة وفي نفس الوقت فيها بعض التغييرات وأعتقد من خلال ممبر الإعلام إن شاء الله راح نصل إلى يعني إلى وضوح صورة الاشتراطات الحج وبما فيها من الصائح نقدمها إلى كل الحجاج بإذن الله ونصل بهذه المفاهيم إلى سلوكيات وعادات سليمة ترتقي إلى وصولنا بإن شاء الله بكل السلاسة وكل يسر إلى حج آمن هذا العام بإذن الله طبعا جديد في الموضوع أخواني وإخوات الكرام أنه موسم حج العام هذه السنة الـ 1444 كما تم إضاحه من وزير الحج والعمرة أن هذا الحج راح يكون في عودة إلى سابق عهدنا في السابق بدون قيود أو شروط وإذا كان في قيود أو شروط فهي قيود وشروط بسيطة تؤمن السلام إن شاء الله وتحقق مبدأ الأمن لهذا الحج بإذن الله فهذا الحج يعني حسن ما ذكر أنه لن يشترط في حد أعلى للعمر وبالتالي تم إتاحة الفرصة للفئة العمرية الكبيرة لهم كانوا تواقين لدخول في هذه التجربة الجميلة وهذا الملسك والشعيرة المهمة في حياة كل الفرد منها فأتيحت لهم الفرصة إن شاء الله هذه السنة لنكون فيها لك هناك بعض الاشتراطات البسيطة من خلالها فنحن نتحدث عنها ونحاول نمتجزها بشكل واضح طبعاً التطعيمات المهمة جداً هي تطعيمات الحج الإنزامية لكل زن وزاة الصحة كل الحجيج سواء من الداخل أو من الثارج وأكلتها وزاة الحج والعمر إنه هذه السنة تطعيمات الحج الإنزامية لابد من استكمال اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا سواء كانت ثلاث جرعات أو أربع جرعات بالإضافة إلى اللقاحات المعتادة اللي احنا بنقدمها لكل الحجاز في الموسم الماضية في موسم الحج للحمى الشوكية والإنفلونزوم الموسمية هذه بالنسبة لحجاز الداخل لكن في بعض الجهات الأخرى من بعض الدول اللي فيها بعض الأمراض المستوطنة فتم توجيه الجهات النظامية أو الحكومية عندهم بإعطائهم مزيد من بعض النقاحات وبعض العلاجات الدوائية لتضمن إن شاء الله وصولهم إلى أرض المملكة بإذن الله وهم يتمتعوا بالصحة والعافية طبعاً أحد الاشتراكات المهمة أيضاً أن الشخص لا يعاني من أمراض مزمنة حادة بمعنى أنه ما عندهم مشاهر مزمنة لكنها داخلت في طور عدم الانتظام وأصبحت عدم انتظام الحالة المزمنة تهدد سلامة الحاج وتعرض الخطر وتلزمه للدخول للعلاجات عن طريق الطوارئ والدخول في المستشفيات وكمان إنه يشترط أيضاً أنه ما يكون خالي بمعنى الصح من الإصابة والأمراض الوبائية أو الأمراض المالية طبعاً نحن في تجربتنا فريدة حقيقة في احتواء جائحة كورونا في الثلاث سنوات الماضية وأكثر والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الجهود الحثيفة والقرارات الحكيمة التي تبنتها قيادتنا الرشيدة بما فيها كل الجهات المشاركة من وزارات وأفراد وجهات ومنظمات الحمد لله استطاعنا نضرب مثل فريد من نوعه في نجاح خطتنا في احتواء الجائحة على المستوى العالمي والدولي والحمد لله من فترة احتواء الجائحة مرنا بفترة انتشار كانت متسارعة بشكل كبير وتزامنت مع انتشار المرض في جميع أحباء العالم لكن وصلنا إلى الذروة في فترة قياسية وكثير من الدول دخلت في موجات موجة أولى وموجة ثانية وموجة ثانية لكن الحمد لله إحنا مرينا بهذا الموجات بكل سلاسة ويسر ودخلنا في مرحلة ما بعد الذروة وفي مرحلة التعايش المبكر قبل غيرنا من كثير من الدول وبدأنا التعايش مع وضع تم التحكم والسيطرة على الكورونا بشكل كبير حتى انخفضت الحالات الحادة وانخفض احتياج المرضى المصابين إلى المستشفات والمنشأة الصحية لتلقي العلاجات الفائقة للعناية عن طريق العناية المركزة أو غيرها من الأقسام متخصصة والآن احنا بفرر من الله سبحانه وتعالى ثم أيضا بجهود المستمرة حقيقة بنعيش فترة من التعايش مع المرض برغمنا ما زال موجود لكنه موجود بمحدودية وحتى الأشخاص الذين يصابوا بالكورونا لا يمكن تمييزها من أعراض الأنفلونز العادية البسيطة فالحمد الله بفضل اللقاحات اللي أخذناها والمناعة المجتمعية القطية أيضا أكثر من 95% من أفراد مجتمعنا تم تحصينهم وبالتالي الآن بننعم بهذه الفترة من التعايش بكل أمان وفي كل يسر وأيضا أتيحت لنا الفرصة خلال هذه الفترة نعيش حياتنا الطبيعية ونرجع إلى سابق عهدنا في القيام بمهامنا اليومية وأعمالنا وسعلياتنا فالحمد لله هذه كانت تجربة رائدة والحمد لله نجني ثمار هذه الفترة في دخولنا الحمد لله هذه السنة في حج قد يكون أشبه بكامل المواصفات إلى سابق عهدنا في التعايش مع فترات الحج في المواصل قبل جائحة كورونا طبعا هناك فئة مهمة جدا إحنا دائما نركز عليها في موضوع الإصابة بفيروس كورونا أو حتى بموضوع تعرض للإصابات أو تعرض للمشاكل الصحية أثناء الحج وهما مرضى الأمراض المزملة دائما هما يعتبر الفئة المخصة المختلفة هي تلقى كثير من العناية والاهتمام وتحظى بكثير من الإجراءات التي نقدمها من خلال إجراءات احترازية وهما طبعا مرضى السكري مرضى الضطاط ومرضى قلب الأمراض الوعائية ومرضى الصغرية مثل الالتعاب التنفسي لإنسادات الشعب الرأوي ومرضى عندهم مشاكل صحية وأمراض مناعية أو يتلقى بعض الأدوية التي هي مثبتة للمناعة مرضى الكلا بسبب الكلا بيكون عندهم عدم قدرة على تعامل على تعامل جهازهم المناعي مع الأمراض بذات فيروس كورونا ومرضى السلطاني بتلقى العلاج الكيميائي أو بعض العلاجات الإشاعية بالإضافة إلى طبيعة مرضى السلطاني بيثبت المناعة بشكل كبير فهذه أبرز الأمراض المزمنة التي تحظى بكثير من الاهتمامنا كالطباعة أو كجهاز طبي يقدم الخدمة للحجيج وهلو يعتبر مرضى الأمراض المزمنة المعرضين للخطر إيش النصائح العامة إحنا دائماً ننصح بها للحجيج لتجنب الإصابة بالكورونا طبعاً الابتعاد على ماك المزدحمة قدرة إذا كان الشخص كبير في السن ويعاني من بعض المشاكل الصحية زي ما نقولنا من أمراض السكر وأمراض المزمنة ما سلنا أن نحافظ على التبعات الاجتماعية قدرة لإمكان سواء للوقاية من الكورونا أو حتى القاية من الأمراض النافسية المعتادة وأن المسافة لا تقل عن متر ونصر إلى مترين ارتداء الكمامات مهم جداً أثناء الحج ويمكن هذه أحد السلوكيات التي تعلمناها أثناء فترة الكورونا ولابد أنها تستمر حتى في مواسم الحج يعني استخدام المنازيلة ورقية عند السعال والعطارس والكحر ونتخلص أيضاً من هذه المخلفات بطريقة آمنة بحيث أن لا تكون مصدر العدوة للآخرين نضاف الشخصية مهمة ومسيط اليدين بشكل متكرر الاستحمام بشكل متكرر هذه أشياء مهمة جداً وبعدين لا بد من التوجه إلى المراكز الصحية في حالة ظهور أعراض تنافسية وهذه مهمة جداً إذا كانت أعراض تنافسية بسيطة في مراحلة مبكرة الوصول للمراكز الصحية نستطيع تشخيص الحال ونستطيع علاجها بشكل سريع قبل أن تتفاق من المضاعفات بذلك عند كبار السن أو المرضى لهم عندهم مشاكل صحية معينة طبعاً هناك في إجتراطات أو نصائح أنا أحب أوجيها للحجاج للتعامل مع الإصابة بكورونا إذا ظهرت عليه وإذا كان هو ينتمي إلى الفئة العالية الخطورة طبعاً يجب أن يتوجه إلى أقرب مستشفى لأنه إذا ثبت الإصابة بكورونا من خلال فحصات السريعة الآن يتوفر علاج لكورونا أو الكوفيد 19 علاج دوائي يعطى عن طريق الفم والعلاج هذا بيعطى في أول خمسة أيام من ظهور الأعراض وبالتالي يعطي وقايا كاملة تقريباً للمريض من دخوله في مضاعفات الكورونا وتقليل فرصة امتداد المرض أو ظهور الأعراض لفترة طويلة في حجم الفيروس لأنه مضاعف للفيروس وبالتالي يعطي الإمكانية للشفاء بإذن الله الشفاء السريع للإصابة من الكورونا وطبعاً هذا حسب توصيات وإرشادات وزارة الصحة وطبعاً بيؤفذ عن طريق الفم والآن متوفر أيضاً في مراكز الرئيس الصحية العوالية طبعاً عشان نحمي أنفسنا ونحمي كل المخاطن فينا كحجاج لازم أن تذكر الآلية لأعرف إذا كنت أنت وأي شخص في مجتمعك يعاني من مرض مزمن عشان نعرف فئات المعارضة للخطر ويكون هذه الفئات هي أكثر الفئات اللي احنا نركز عليها في وقايتها وحمايتها من الأمراض بل نخطط بسرعة إذا كنت تعاني من أحد الآرار ذي كورونا يابد أن تتخذ الإجراءات الوقائية أو الإجراءات اللازمة عن طريق الوصول إلى الطبيب أو المقز الصحي حتى تترقى العلاج في مراحل مبكرة وبالن أبدأ بنشر التوعية واستشارة الطبيب طبعاً نشر التوعية مهمة جداً واستشارة الطبيب للعلاجات الوقائية وغير من الأمور الأخرى نصائح وقائية الموسم الحج طبعاً تطعيمها زي ما قلناها مضرورية جداً لا بد الحاج قبل ما يؤلم على هذه الشعيرة بما فيها من أجواء خاصة رحانية لكن أيضاً فيها أجواء أخرى من الإجهاد العضلي والجسدي ولا بد أن يكون في فرصة للحاج أنه يلتقي بطبيبه في مرحلة ما قبل السفق للحج حتى يتأكد الطبيب من الاستقرار الحالة ويغير الأدوية أو يغير الخطة العلاجية لتتناسب مع الجهد المفذول في هذه الفترة ولا بد أن الحاج يأخذ كمية كافية من الأدوية بالذات الحجات اللي هم بيجوا من خارج المنبكة أو الحجات اللي هم بيجوا من مناطق أخرى بعض الأدوية تكون أدوية بأسماء مختلفة فقد لا توفر في نفس المكان وبالتالي إذا حصل الحاج وداماً أنا أقول الحجات وقت السفر لا بد أن يأخذ الأدوية في حقيبتين حقيبة في اليد وتكون فيها كمية أدوية لا تقل عن خمسة أو سبع أيام والحقيبة الثانية اللي هي الحقيبة الكبيرة يكون فيها الأدوية اللي يتكفي لمدة شهر كامل فإذا فقد حقيبة من الحقائب عنده المخزوم من الأدوية اللي يساعدوا إن شاء الله على استمراره في تعاطيها الأدوية وما يتكون في أي مضاعفات بسبب توقف العلاج طبعاً لا بد لكل حاجة أن يحمل تقرير مفاصل عن مشاكل الصحية والحساسية الدوائية والأدوية اللي يقعدها وهذه مهمة جداً لو تعرضوا لا قدر الله لحالات إغماع أو لحالات مشاكل صحية غير معروفة وبالتالي يساهل على فريق الطبي التدخل السريع طبعاً الملاقس الفطفالة مهمة واللون الفتح مهم بذلك في الأجواء الحارة اللي نحن فيها لأنه فيه احتمالية كبيرة للتعرض من جهة الحرارة وحتى ضغبات الشمس بسبب شدة الحرارة في هذا الفصل طبعاً الحقيبة الطبية وإجهزة قياس سكر وضاف وأنا يعني راح أترك المجال لزميلتي الدكتورة تلقي ضوء على هذا الجانب أكثر مني طبعاً التطعيمات المهمة اللي نحن لازم نتكلم عنها هي تطعيمات المكورات الصحائية اللي هم الحمى الشركية وهذه دائماً نعطيها قبل طبعاً الحمى الشركية هذه أحد الأمراض البكترية اللي هي دائماً تمتشف في الأماكن تجمعات يمكن أكبر حشد تجمع عندنا أو أكبر حشد تجمع في العالم ككل هو حشود الحجاج طبعاً ظهور المرض هذه التعبات الحمى الشركية أو المكورات الصحائية يكون فيه ارتفاع في الحرارة ويكون فيه غطيان يكون فيه تقيئ وارتفاع في درد الحرارة يكون فيه السطاع لكن أيضاً يكون فيه تياقص للرقبة بسبب التهاب الأقشع السحائي للبطلة لمنطقة الحبل الشوكي والدماء وبالتالي هذه أحد العلامات المميزة للإصابة بالحمى الشوكية أيضاً فيه عندنا تطعيمات المكورات الرأوية وهذه دائماً نعطيها لكبار السن برضو هالي بتعطي يعني المكورات الرأوية بتتسبب التهابات الرأوية حادة بتظهر في صورة حمى ورجفة سعال صعوبة في التنفس علامة في الصدر ودائماً بتصاب يصاب بها الكبار السن ويصاب بها أيضاً المعرضين للإصابة بصدر نقص بناعتهم وعند كبار السن بيكون أول شيء يظهر عليهم هو ارتباك أو اختلال في قدراتهم العقلية وبالتالي هذه تكون أحد الأعراض المبدئية اللي احنا من خلالنا نقدر نعرف أنه في مشكلة طبعاً من الطرورة أخذ اللقاحات زي ما قلنا واللقاح الحمى الشركية بذات لابد أن يؤخذ على الأقل عشر أيام قبل الحج لأنه عشان الجهاز المناعي يبدأ يكون العسام وضادة ليتعطي الحماية الكاملة للحاج لابد أن تأخذ عشر أيام يصير يفضل أن يأخذها قبل الحج بعشر أيام أو أكثر حتى يكون عنده مناعة جاهزة وهذه التطايمات الأخيرة الموجودة عندنا يتعطي لقاحات يتعطي مناعة لمدة خمس سنوات للأمام طبعاً الانفلونزا الموسمية نحن عارفين الانفلونزا الموسمية كل سنة بتجدد من منظمة الصحة العالمية وهذه بتجمع فيها السلالات اللي هي بتصيب مختلف المناطق في العالم بتجمع هذه السلالات وبينتج منها اللقاح الانفلونزا الموسمي الخاص بكل سنة فهذه نصيحة أيضاً أن الحجاج يحصل على الانفلونزا الموسمية الجديدة اللي فيها كل السلالات طبعاً سؤال كثير بيسألونا من الحجاج هل ممكن أخذ الحم الشوكية والانفلونزا مع بعض؟ نعم يمكن أخذها يمكن أخذ أكثر من هذه التطايمات ممكن الحم الشوكية والانفلونزا وأيضاً المكورات العصوية الرئوية أيضاً ثلاثة جرعات إلى أربع جرعات من اللقاحات ممكن تؤخذ مع بعض طبعاً لسلامة الأطعمة مهمة جداً وبذات في الأجواء الحاربة الجو الحارب يجعل كثير من الأطعمة تفسد بشكل سريع بذات اللحوم والدجاج وبعض الفضروات فلابد نحافظ على الغسل جيد للأياد وغسل وتحضير الأطعمة بشكل جيد مع أخذ الاشتراطات النظافة والبقايا من تلوث هذه المشجات لا بد من شرب السوائل بكثرة بالذات إحنا عندنا في موسم هذا الموسم يكون فيه ارتفاع بلالحرارة عالية جداً فلازم تجنب الخروج للشمس في أوقات الزبوة الشرب الماء بشكل كبير التواجد استخدامات الشمسية أو المظلة أيضاً البحث عن الأماكن الظلة على الأساس يكون في تجنب للتعرض الشمس بشكل سريع طبعاً سوار المعصم مهم جداً وأعتقد هذه موجودة الآن في كل الحملات سواء الداخل أو الخارج وهذه تعطي فرصة لكل حاجة يكون عنده هوية معروفة ومرجعيته يعني واضحة يمكننا الرجوع إلى كل معروفاته الشخصية من خلال هذا المعصم طبعاً الحقيمة الطبيعية ما تكلمنا عنها فيها كل الأدوات المخترطة تكون زي أدوات التعقيم الجروح والمسكنات والأدوية البسيطة الأدوات المستخدمة أيضاً بحلاقة الشعر تستخدم لشخص واحد لمرة واحدة وطبعاً في يوم عرفة كثير من حجاج بلجا إلى سلق الجبل ووصول الأماكن مرتفعة طبعاً يعرض للمشكلتين أولاً مشكلة الإنزلاق بالتالي السلامة هو السقوط والكسور والمشكلة الثانية كمان تعرض لاتفاع الحرارة بالذات في أماكن فيها الأماكن الجبلية والسخرية وبالتالي يعرض نفسه إلى الإصابة بالإجادة الحراري يعني بيبدو المجهود في أجواء حارة بالإضافة إذا كمان ضربات الشمس قد يكون قابل للإصابة هذه النوية من المشاكل طبعاً توجه للأقرب مقص صحي مهم جداً فيه أعراض صحية منها يعاني الحاج بعد الانتهاء من الحاج وهذه بنشوفها بالشكل الكبير بسبب الإجهاد والجسدي والتعب والإرهاق بيصاب أوجاء أقلصات عضلية وألام في العضلات والمفاصل وفتور وتعب وإجهاد وإعياء وألام في العضلات وإحساس بالإجهاد المبكر والإصابة بالصداق وهذه بسبب المشاكل العضلية بسبب الجهد الكبير لبدل وخلال أيام الحاج والمناسك بتضعف من مناعته بإصالية وصاب بكثير من أعراض الترافزية منها الزكام والرشن ومفلنز وقد يكون أيضاً عرضاً للإصابة الكورونا في مصادر معينة وبالتالي لا بد من تحسين تحسين مناعة الحاج من خلال الترشيد في بذن الجهود الغير مطلوبة والحصول على الراحة الكافية بالإضافة للخبوج في الأوقات المناسبة عشان ما يتعرض لمشاكل لها علاقة بالجفاف أو بضربات الشمس أيضاً الإطرابات المعوية والحضنية قد تكون منتشرة في موسم الحرارة والجفاف فهذه مهمة من الأشياء طبعاً من ضمن الالتزامات بعض الحاج لا بد أن تجنب مخاطر معرضين لخطر الإصابة الترافزيون أنه أحدهم يكونوا مصدر العدوى الراحة والغذاء المتوازن مهم جداً النوم الكافي شرب المياه بشكل كافي استشارة الطبيب زي طهرة في أي عراض طبعاً طبعاً نحن بنمر بموسم حار أو شمس قوية راحة يعني لا قدر على ممكن تكون سبب في الإجهاد الحراري لازم نعرف أنه إيش الفرد بين الإجهاد الحراري وهي ضغبات الشمس إجهاد الحراري ما بيكون فيه فقدان في الوعي ودرج حرارة دمج سيكون أقل من أربعين حرارة درج حرارة الجسم المريض بيصاب بحالة من الإجهاد والتعب والفتور وتشنوجات العضلية بسبب أنه تعرض عشعة الشمس لفترة من الفترات لكن ضغبات الشمس بسبب ضغبات الشمس قوية وسبب التلف في الجهاز المسؤول عن تنظيم الحرارة في جسم الإنسان فبدأت ترتفع الحرارة إلى فوق الأربعين وأصبح الجسم جاف جداً ويفقد الحاجة يعني يعني يمكن أن تتعرف الشخص في أماكن بردة تحت المراوح والمثيفات بالإضافة إلى مسكنات بسيطة ويرجع الوضع الطبيعي لكن بالنسبة لي الضغبات الشمس بيكون حالة تستليد دخول إلى مركزة للتدخلات يعني عالية الفائقة التركيز طبعاً فهنا نحن ننصح الحجاج بالتجنب الحر والزحام والآن عندنا الحمد لله رشاشات بالرذاذ الماء في كل مكان وهذه تساعد على تلطيف الأجواء في مناسك الحج لكن برضو لا بد يعني يحفظ الحاجة على يتواجد في أماكن فيها الدهوية الجيدة سواء داخل المخيمات أو خارج المخيمات ويتجنب الأزدحان الشديد لأم الأزدحان الشديد بيرفع دري الحرارة في الجو بسبب التكردس وكمان بيساعد على انتشار كثير من الأمراض المعدية طبعاً استخدام مضالات الفاتحة اللونة هي بتاكس أشياء الشمس مهمة جداً أفضل من الأشياء من مضالات الذاكنة طبعاً السلق الجلدي هذه أحد المشاكل الصحية طبعاً أنا أعصارت الحج الأكثر من 11 سنة متتالية وكانت سواء على مستوى عملي كطبيب في العيادات أو حتى عملي كقيادي في الإشراف على المراكز الرعاية الصحية والمستشفيات وجدنا أن التسلق الجلدي يعتبر من أحداً من المشاكل الصحية يبعاني منها كثير من الحجاج وهذه بسبب احتكاك الجلد في منطقة الخزينة وتحت الإبط بذلك مع الرطوبة فبيصير في بعض الالتهابات والتسلخات ويصير في بعض الالتهابات الجلدية الفطرية فهنا لابد أن يحافظ الحاجة على المنطقة الجافة وبيستخدم بعض البرطبات وبعض الكريمات اللي ممكن يحصل عليها من خلال المراكز الرعاية الصحية الأولية وباستخدام بعض البودرات اللي هي مرتبة تمنع الاحتكاك وتخفف من مشكلة التسلق فهذه واحدة من الأشياء اللي هي ممكن إحنا بنشوفها بكثرة طبعاً في كثير من الحجاج ما يعاني من الجفاف فلابد من ترطيب الجسم من ترش الماء على الجسم عشان نساعد على عملية تبريد الطبقة الخارجية من الجسم شرب الماء بكميات كافئة كثيرة أكل الفواكه والخضروات اللي هي الغنية بالماء وأيضاً إذا كان فيه ضارة أعراض جفاف لابد من اللجوء إلى المركز الصحية أو للطبيب المقتص أو حتى شرب السوائل بالذات السوائل اللي هي تحتوي على بعض الأملاح اللي تعوض فقدان الأملاح من خلال الجفاف الموجود بالإضافة إلى طبعاً تسمى الغذائي موارد وموجود في كل التجمعات والحشود ومثال في الأماكن الحارة فزل ما قلنا بس الفواكه والخضروات جيد لخزن تقزين الطعام مهم جداً إنه ناكل الحاج يقدر يتناول الأطعمة اللي تم طهيها بشكل جيد وفي نفس اللحظة يعني يتجنب أكل الأطعمة المكشوفة أو حتى الأدوية الأطعمة المخزنة لفترة طويلة أو المعارضة لتلوث الحشرات إذا شكل حاج بسلامة أحد الأطعمة فلابد أنه أي شيء سواء كان طعمها لونها أو شكلها أو رائحتها فلابد أن يتجنبها وطبعاً غسل اليدين ملبع الصبون مهم جداً طبعاً نصيحة أن الأطعمة دائماً يحصل عليها الحاج من الأماكن المعروفة تجنب الباع المتجولين سواء في الطرفات أو في غيرها من الأماكن وبهذه الطريقة نضمن سلامة الأطعمة لأن الأماكن المعروفة تخضع إلى رقابة تخضع إلى شرطات صحية يعني تمليها البلدية والجهات المعنية للحفاظ على سلامة الأطعمة وطبعاً السلطات المحضرة والميونيز والسلطات البيض يفضل ابتعد عنها تماماً في فترة الحج والحر لأنها هي أكثر من المواد الغذائية القابلية للتلف السريعي طبعاً تجنب تناول الأطعمة غير مضخية والأنها سريع الفساد هذه النصائح الوقائية اللي نحن نقدر لخصها في التسمم الغذائي عشان نتجنب التابعة المعوية الناتجة عن الغذاء الملوث غسل اليدين قبل وبعد أعداد الطعام غسل اليدين بعد قضاء الحاجة النظافة الأواني وأعداد الطعام وتناوله غسل الفواكه والقدروات قبل تناولها عدم تناول الأطعمة المكشوفة التأكد من تاريخ الصلاحية وهذه هو أحدة من الأشياء المهمة اللي إحنا مفترض نرفع فيها درجة وعينا في اختيار المواد الغذائية والأطعمة والمشروات اللي إحنا نتناولها عن طريق التأكد من منتجها وعن طريق صلاحيتها وعن طريق الشرك المنتج أيضاً عدم شراء الأطعمة المتجولين وحبط الطعام في الثلاجة ويفضل أن الأكل دائماً يكون حار وبعيد عن التخزين لفترة طويلة طبعاً النظافة الشخصية الغسل والمداومة على غسل اليدين وتجدهم البصق على الأرض استخدام المناديل عدم غامل المخلفات لأن البيئة اللي حولنا هذه جزء من مسؤولياتنا إحنا كحجاج أو كأشخاص متواجدين فالتخلص من الفترات في الحاويات المخصصة لها طبعاً البلديات وكل الجهات المعنية بهدمة الحاجة ستكون متوفرة متواجدة لتقديم كل هذه الخدمات فقط الحاج عليه أن يرمي المخلفات في الأماكن المخصص لها وراح تقوم بجهات المعنية بالحفاظ على نظافة الموقع قسل الأسنان والأشياء اللي كلها طبعاً هنا فيه أنا حبيت أني أوضح بعض النقاط بعض الفئة في المعرض للخطر زي مرض القلب واكتفاضة الدم لا بد أنهم يأخذ الأدوية بشكل منتظموا في موعدها أو زي ما قلنا يكون عندهم كمية كافية من الأدوية اللي تعطيهم الاستقرار والحالة المصحية وتوجدهم في أثناء الحج ولا بد من استشارة الطبيب إذا كان المريض عنده مشكلة فيه إنسداد الشرية الإنتاجية فبيأخذ الحبوب تحت الإسان أو إذا كان عنده تاريخ سابق بذبحات صدرية لقد أغضاء ويرعم طبعاً مفروض أنه ما يتعرض أي مجهود بدني زي ويحاول يوفر جهده باستقام الكرسي المتحرك أثناء الطواف السعي وإذا حسب الإجهاد فيقدر يطلب المساعدة ومفترض أنه كمان يعني لا يتعرض للجفاف عن الجفاف أيضاً يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم مرض السكري لابد أنهم يأخذوا أطعمات صحية وتجنب السكريات والنشويات بكميات كبيرة يشروا السواء بكميات جيدة عملية الفحص الذاتية للسكر مهم جداً عشان يعني بالضغط إيش وضع السكر عندهم في هذا يعني عادةً مع الإجهاد والتوتر والضغط العضلي والإجهاد العضلي يرتفع السكر لماعدلات كبيرة فيحتاج إلى تعديل بعض الجرعات في استشارة الطبيب تجنب الإجهاد والتعب مهم جداً عدم البدء بالطواف السعي إلا بعد تناول علاج والطعام الكافي لمنع الخفاض السكر للجسم لأنه أسوأ شيء ممكن يتعرض لهم مريض السكر وهو هبوط السكر أقل من سبعين أو خمسين لكن الارتفاع قد يكون آمن إلى درجة إلى درجة ما لكن الخفاض هو الممكن يؤثر على درس الوعي وفقد الحاج واعي بسبب الخفاض السكر طبعاً المطاهرات مهمة جداً بسبب الخفاض يحاول قدر الإمكاني أنه ما يوجد نفسه بشكل كبير ويحاول أيضاً أنه يأخذ أدبية البخاخات المستخدمة بشكل وقائي خلال هذه الفترة حتى يعني يكون في نوع من أنواع الاستقرار ما يكون في أي نوع من أنواع المصات في الشعب الهوائية أو انسلاتات في الشعب الهوائية استخدام الكمامات وهمة جداً لمرض الرب على أساس دخول الغبار والتراب والدخان يكون مهيج لدخوله في أزمة ربوية حادة برضى الكلا لا بد أن يأخذوا أدبتهم بشكل منتظم ويتناول السوائل والأملاح لأن لهم كمية محددة من السوائل ولهم كمية محددة من الأملاح لا بد أن يمشوا على حسب استشارة الطبيل وطبعاً تعروفهم للجفاة بسبب أشياء الشمس الشديدة تأديل أفراد السوائل والأملاح أيضاً فبالتالي لا بد من تناول كميات يعني مقبولة من السوائل على حسب الاشتراكات الصحية بما يعني يوصي بالطبيب العدم الاكثر من تناول النحوم لأنه عارفين البروتينات هذه تأدي إلى تداول وضع وضائف الكلا وبالتالي يحتاج إلى استشارة الطبيل طبعاً في نصائح حامل مرض الأمراض بشكل عام أنه يجب على كل مريض مراجعة الطبيب قبل الحاجة أساسي يضع لنفسه الخطة العلاجية والخطة التي من خلالها يقدم على منسك الحاجة بكل أمان واقتدار التأكل من حمل الأدوية كما قلنا بكميات كافية ووضع السوار حول المصم وحمل بطاقة تعريفية إذا كان عنده صرع مثلاً أو إذا كان عنده سكرية على أساسي يمكن أن يسعفه في حالة النوبات الصرع أو حبوط السكر واتبعاً النظام الغذائي إذن إخواني وأخوات الكرام أختم بهذه الكلمات الأخيرة عودة الحاج هذا العام بلا قيود نقدر نكون نعود ولكن بحداً أيضاً يتنزام الحاج هذا العام مع شدة حرارة الصيف وفي خلال هذه الفترة دائما تنتشر مشاكل صحيح المفتبطة به الإجهاد الحراري وضربات الشمس والتسامن الغذائي والتسلخ الجلدي وأشياء كثيرة والمشاكل التنفسية فهذه فرصة أن نعي هذه النوعية من المشاكل الصحية ونضع الاشتراكات الوقائية ونأخذ ما نحتاجه من العلاجات الدوائية حتى نؤمن سلامتنا من خلال هذه الأمراض طب هل المقايا من أمراض الحفاظ على الصحة لابد أن نأخذ كل التطيبات الأوسط بها وزاة الصحة لما فيها ثلاث تطيبات أو تطيبات الكورونا بالإضافة إلى التطيبات الحمى الشوقية والإنفلونزا بما فيها مكبرات العصاوية رائمية لبعض المرضى نحافظ على النظافة الشخصية وسلامة الغذاء ونظافة البيئة هذه مسؤولية شمولية لأنفسنا كنظافة شخصية وكل ما يحيط بنا من بيئة وأماكن عامة نحافظ على نظافتها التحكم من الأمراض المزمنة والمراقبة والاستشارة الطبية والتناول الأدوية بالحمد لله توفرت بالفضل الله سبحانه ثم بالفضل حكومة الرشيدة وتوفر كل وسائل المرافق الصحية في وزارة الصحة في مستشفات كثيرة في مراكز رعاية صحية في أيضاً عيادات داخل المجمعات داخل المخيمات الحجير فيمكن عملية سهولة الوصول إلى المقدمة الخدمة راح تكون سهلة جداً وميسرة بإذن الله فلابد كل حاجة يعرف أقرب مركز صحي ويعرف أقرب عيادة ممكن اللجوع لها إذا استدعى الأمر طبعاً في نقطة مهمة جداً هو الإفصاح على الحالة المرضية المعدية إذا كانت كورونا أو إذا كانت أي مرض تنافس العلوي لابد المريض يصل بأقرب وقت إلى المركز الصحي حتى يفصح عن هذه الأعراض إذا كان في مرض معدي معين حتى يتم التعامل مع الحالة بشكل سريع ونؤمن سلامة هذا المريض ونؤمن أيضاً سلامة المحيطين والمخاطين من حجاج في هذا الموسم ويستطيع تلقي علاج المبكر في المراكز الصحية والمخصصة بهذا أختم وأشكر لكم حس استماعكم وأتمنى أن أكون قطيت المواضيع بشكل متكامل وأشكر جزيل الشكر أخي الكريمة الأستاذ حسن وعلى شركة ملتقى الخبرات لإتاحة هذه الفرصة وأدوى الله سبحانه على أنه يجعله علم نافع وكل ما نعمل وعمل صالح إن شاء الله نؤجر عليه في الدنيا قبل الآخر بإذن الله شكراً شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً أعزائي الحضور الآن مع المحاضرة التانية في هذا المؤتمر الصحفي العلمي والمحاضرة التانية ستكون بعنوان الاستخدام الأنثل وطرق حفظ الأدوية في موسم الحج والحكيمة الطبية للحاج التي ستقدمها سعادة الدكتورة فخر زهير الأيوبي فلتفضل مشكورة تفضلي دكتورة فخر الله تكلاً عافية شكراً أستاذ حسن الله تكلاً عافية دكتور أشرف ما شاء الله كانت محاضرة شاملة ولا ما كل شيء بالتفصيل ما شاء الله لك يمكن أن جزيلاً حضيفها الآن ستكون مهمة يمكن للصحفيين وحتى أعتقد فيما بعد المرضى والحجاج اللي هي جزئية الأدوية زي ما أنتم شايفين طبعاً الجزء الأهم في موضوع الأدوية ما هي فقط إشي الأدوية برضو طريقة حفظها طريقة تناولها وفي بعض التوصيات المهمة اللي أعتقد هذا وجودنا كان موجود في هذا اللقاء الصحفي اللي توضيحها بعضها عام بعضها خاص الشيء اللي أقدر أنا يعني أقوله الآن بشكل عام أنا طبعاً حتى يعني أشكركم طبعاً على الإتاحة الفرصة المرة الثانية هذه السنة برضو في التوعية للحجاج السنة ماضية برضو كان فيه زي مخيمات ترجمت هذه المحاضرات بلغات مختلفة وتم الإستفادة منها والحمد للرب العالمين يعني كانت لها صدى مهم جداً للحجاج من كل بقاع الأرض الهدف رئيسي طبعاً أكيد إنها فرض من اللي حيحصل السنة هالي دكتوراً كيف السنة هالي سيتم طبعاً عرضها ونشرها على بثها على الحجاج في يوم عشرة ويوم عشاء كثيراً في مشعل منا بإذن الله طبعاً يعني فهو عشان كذا كنت بحاول اليوم أنا لو ترجمت إن شاء الله بإذن الله لغات مختلفة فهي مرجع بإذن الله في نفس الوقت إحنا جاهزين لأي استفسار أي شيء إضافي للحجاج إن شاء الله حنكون موجودين ومتوفرين بحيث إنه في بعض زي ما قلنا التوصيات هي خاصة في الأمراض المزمنة اللي فيما بعد ما في مشكلة إن شاء الله تكون يمكن إن شاء الله القطوة القادمة من أستاذ حسن والملتقى الصحي يعني من أهدافكم أنتو كان وصول الحاج بشكل دوري وبشكل مباشر فممكن بعد كده ناخدها بشكل مجزء يعني الحجر قلنا أركان الخمسة كلنا حريصين إنها تكون عن طريق إن شاء الله بإذن الله خطوات مريحة سليمة بعيدة بإذن الله عن أي إصابات أو التهابات في نفس الوقت إذ يكون أصلا عنده مرض تكون سليسة سهلة ميسرة وبإذن الله يعني هذا الشيء متاح والآن إن شاء الله فيه يعني كوادر متخصصة والدولة يعني ركزت بشكل مكثف جداً هذه السنة لأنه زي ما قلنا عوداً حميداً إن شاء الله بالفول كافاستي بكميات ما شاء الله كبيرة ووافرة من الحجاج مع وجود طبعاً اللي هي الاستعدادات التقنية الاستعدادات الوزرات المختلفة بحيث إنها تهيي للحاج إن شاء الله يسر وسهولة في أداء الحج من باب أولى طبعاً حتى صحياً يكون هذا الشيء متواجد فمن الأشياء التي نوصي بها زي ما قال الدكتور أشرف مشكوراً أن هي التوصيات الأساسية الوقائية من تطعيمات الخاصة بالحج وبالتالي تطعيمات الخاصة في تجمعات اللي هي ما شاء الله البشرية الكبيرة اللي حد حصل في هذا الموصل من الأشياء مهمة جداً دائماً كنا نقول إذا كان شخص سليم فما في مشكلة وزارة الصحة القائمة بدورها بشكل سليم جداً لكن الآن إذا كان المريض عنده مرض مزمن أو كان يراجع فيه مستوصفات متخصصة أو عنده مواعيد مع طباء بأمراضهم طبعاً تعرفين طبعاً كل مريض عندنا من شاء الله من مرضين إلى ثلاثة إلى أربعة فيقدر يستشير الاستشاري حقه الأساسي يقول له إنه أبا أسوي إن شاء الله فريط الحج هذه السنة ما هي توصياتك وجزء من الأشياء نوصي فيها إحنا مرضى القلب بما أني متخصصة في أمراض القلب وأيضاً مرضى السكري لأنه زي ما أنتم عارفين أخواني الصحافة اللي جئين لآتغطوا الحملة هذه إنه دائماً في الأمراض المزمنة أنا ما أستنى حدوث المرض أحاول دمن الوقاية من المرض جزء من التطعيمات الموصّة بها من أجل الحماية لكن في جزء ثاني برضو بعض المضادات الحياة ترى نوصي فيها المرضى الأمراض المزمنة نقول لهم إنه لا نبغى منكم تكونوا على مضادات وقائية طبعاً تحت إشراف طبي عشان ما يحصل الالتهاب اللي بيحصل أثناء الحشود الكبيرة من البشر وهذا الشيء طبعاً معروف عند أطباء الأسرة والمجتمع معروف عندهم حتى عن أطباء اللي هما طبيب العام اللي هو طبيب الأسرة وأيضاً في بعض الأطباء اللي هما الأمراض المعدية بمعنى آخر المريض في حالة زي كده دايماً نقول له لابد إنك تشير الاستشاري المتخصص في هذه الجزئية عشان ندي العلاج اللي هو الوقائي قبل ليكون موجود في هذا الحشود الكبير الحاجة المهمة جداً طبعاً إحنا دايماً من الأشياء اللي نوصي فيها خاصة المرضى يعني حين الآن زي ما أنتوا شيفين أنا قلت اللي هو الأدوية وحفظها والأهم كده طبعاً طريقة استخدامها لكن أنا عندي حاجة لسه ما هو مريض وبالتالي قد يتعرض إلى نكسة أو واكسة صحية زي ما يقولون كده في وقت الحاج لابد يكون فيه احتياطات لهذا الشيء الأهم طبعاً في موسم الحج مغلماً الوقت بيكون في الأجواء الحارة وبالتالي زي ما قال دكتور أشرف عدم إرهاق الحاج لنفسه في بعضنا للأسف يعتقد كل ما أنا تعبت وكل ما أنا عانيت أكثر فهذا الأجر بيكون أكبر هذا الشيء طبعاً ما له سند صحي لا شرعي ولا صحي ولا منطقي حتى كل ما كنت أنت مرثق بصحتك وبجسدك إن شاء الله وتؤدي الحج بطريقة سليمة وبطريقة إن شاء الله بإذن الله فيها سلاستة وليونة كل ما قدرت أنك توصل لآخر هذا الفريض وأنت بصحة جيدة ومستمت بما تقوم به من عبادة فإنشاء نوصي فيها بشكل عام اللي هما سواء كانوا فئات من المجتمع اللي هما الفئات الكبار في السن أو اللي هما عندهم أمراض معينة لا ترهق نفسك لا تشدع لنفسك ابتعد عن الشمس شائعة الشمس المباشرة ابتعد عن ضربات الشمس هذه من التوصيات الأساسية حتى لو تضطر أنك تأخذ مظلة وهذا مهم جداً طبعاً هتقول لي طيب إجدخل هذا بالأدوية هتقول لك ببساطة شريدة الأدوية هذه زي ما أنت بتحافظ على درجة حرارة جسمك هتحافظ على درجة حرارة الأدوية معاك تعرض أدويتك لدرجة حرارة مرتفعة قد تؤدي إلى فقط فعالية هذا الدواء وكأنك لم تتناول العلاج بشكل سليم الجزء المهم طبعاً اللي هو برضو يهمني أنا كصيدلانية إنه أدي الأدوية بالشكل الصحيح يعني الحفاظ وابتعالي عن أشاعة الشمس أيضاً إنه يكون المريض عنده نقص في السواعل في الجسد لأنه اللي سيسويه الآن إما إنه هيأخذ العلاج فسي عنده لزوجة زايدة فهذا قد يؤدي إلى تراكم الأدوية في الكلة أو في بعض مناطق الجسد مما يؤدي إلى سكتات دماغية أو حتى سكتات قلبية فالموصة به دائماً الإرهاق الابتعاد عنه الشمس الابتعاد عنها وأيضاً الجفاف وخاصة في المواسم اللي هي زي كده اللي فيها جهد وفيها تكدس بشري المهم طبعاً في حالة وجود شيء زي كده حصل وكان عندي مريض قلب أو عندي مريض سكري ما هو تصرف السليم هذا اللي نحن نتكلم عنه في الجزء الثاني من المحاضر اللي هو جزئية محتوى الحقيبة الحقيبة اللي هي الطبية أو الصحية لدى الحاج لازم طبعاً في بعض الحملات اللي هي في الحاج الحجاج المتخصصة تديهم إيش الأرقام اللي يتواصلوا فيها الحملة اللي مرتبطة طبعاً بالضربات الشمس كيف يتصرفوا كيف يصير النداء وهكذا الجزء اللي أعتني فيه أنا برضو ترطيب الجسد وترطيب الجسم لأنه جفاف الجسد في بعض الأحيان وخاصة لدى مرضى السكري قد يؤدي إلى تقرحات وجروح نحن في غنى عنها أنت في مكان الآن في كمية هائلة من البكتيريا قد تؤدي إلى الثهابات لسمح الله ومضاعفات يمكن الاستغناء عنها بحيث أنه يكون الشخص عنده مواد مرطبة مراهن مرطبة في حال حدوث الجروح أو لسمح الله إصابة التوجه بشكل مباشر طبعاً إلى المركز الصحي لتنظيفها لك عن مل سكر برضو الاحتناء دائماً بالتعرق كل ما زاد عندك تعرق لا بد أن يكون هناك تعويض بالسوائل البول لو صار اللون غامج معنا كده هذا مؤشر مهم للحجاج نقول لهم في حالة حدوث هذا الشيء لا بد من شرب السوائل خاصة إذا كنت أنت من المرضى اللي ما عندهم حاضر لكمية السوائل زي مرضى اللي هما قصور عضرة القلب أو طبعاً لديهم فشل كالوي الحاجة المهمة كمان أعتقد وهذه برضو نحاول ركز عليها في المرحلة القادمة إن شاء الله وقت الحج يكون آزف بإذن الله البرودة برضو تكون معتدلة برضو ما أقوله للمريض والله لا أكون في أماكن في تكيف عالي وبعد كي تخرج أماكن التكيفيها مختلف الإبتعاد طبعاً عن الزحام في حالة تزيد الزحام كيف نتصرف في نقاط مهمة لابد أن نؤكد عليها خاصة كما متخصصة الآن في الأدوية لابد لما قال الدكتور أشرف أن يوصى المريض أن يتوجه إلى الدكتور عشان يصرف كمية كافية من الدواء نقص الدواء في الحج على تقسير من الحاج وقبل كذا من الطبيب المعالج لأنه ما تم توجيه هذا الشخص إلى أخذ كميات كافية في وقت الحج للأسف نقصها في هذا الموسم من الصعب جداً أن يكون لها بديل بل ما هو كذا بس ممكن الحاج بعض الأحيان يتحاون يقول لك أنا الآن في الحج أنا أبقى كافئ نفسي أجلس والله الآن في فترة إجازة من الأدوية ما أبقى أخذ أدويتي هذا الشيء لا بد أن يركز الدكتور والصيد للحاج أنه هذا الشيء ممنوع لأنه أنت الآن تريد أن تحج فأنت ستسوي إرحاق للجسد فكمية الدواء لابد أن تكون كافية وأن يوصى المريض بالالتزام بها ما يكافئ نفسه أنه يقول له خلاص أنا اليوم ما أخذها الشيء الثاني طبعاً بالنسبة لأمراض زي القلب زي السكر وهكذا يعني أنا في بعض المعاخذ ممكن حد يطرق لها عن طريق الصحافة أو التوعية بالطريق الإعلام هو أنه بعض الأدوية وجودها مهم وغيابها قد يؤدي إلى مضاعفات الآن وجودها مهم بالشكل السليم والصحيح بمعنى آخر بعض المرضى يعتقد لو أنا خلت اليوم حبتين ضغط مثلاً حقدر أروح إن شاء الله وأنا أرجم بنفسي وأنا أسوي المناسك بنفسي لا أحتاج أني أوكل أحد لا التوعية المطلوبة الآن هو أنه إعطاءهم التعليمات السليمة الالتزام بما هو مطلوب بشكل دقيق لا أزيد ولا أنقص جداً مهمة هذه النقطة المهم كمان أن تحفظ بشكل سليم ما ينفع أنه أقول له للحاج والله يخذ الإنسولين في البتل فلاني وهكذا وبعد كذا أخذها في يده ولا أخذها في درجة حرارة 40-45-50 وبعد كذا يأخذها المريض عشان يضبط فيها السكر ما هيشتار إنسولين زيتين يتكسر خلاص ما هيكون فعال فلابد برضو من توضيح هذه النقاط يعني وبد صرف الأدوية ملزم الصيدري في ذلك الصيدري يقول له والله هذه طريقة تحفظها بعدها الشععة مثلاً بعدها الرطوبة في بعض الأدوية ممنوع لها رطوبة برضو مهم جداً أنا رأيي بالنسبة للحملات الحاج أن يكتب الحاج إيش أمراضه له يعانيها والأمراض المزمنة لحتى أنا أعتقد هذا جزء مهم إنها ممكن بعد كده يصير في يعني في الحملة اللي هو فيها موجود مع الحجاج اللي هما موجودين في نفس الحملة لو عرفوا مثلاً هذا المريض هو مريض صرع على سبيل المثال يقدروا يسعفوه يقدروا يتصرفو مريض سكر مريض ضغط فيعرفوا كيف يتوجهوا معاه سواء كان الحجاج اللي هما معاه أو الكادر الطبي المصاحبين في الحملة برضو من الأشياء المهمة أدبيات القلب خاصة والسكري والصرع والربو في أدبيا يعني غير مسموح أنه يتحرك فيها هذا الحاج من غير أن تكون موجودة في يده زي على سبيل مثال الأسبرين لمريض القلب ولا البخاخ اللي هو أو الحبة تحت اللسان اللي هي الآلام اللي هي احتشاء ضغط القلب أو ما يقال عنها باللي هي الذبحة القلبية ما هو منطقي أنه راح الحج وحيسوي جهد كبير زي كده ويخرج من غير ما يكون عنده هذه الحبوب يكون موجودة في الشنطة ما أستني لنتحصل المشكلة إلى جانب طبعا وجود الحاملات اللي تسعف في الوقت المناسب من الأشياء برضو اللي أعتقد مهم جدا في حقيبة أي حاج سواء كمريض أو كان سليم إن شاء الله المسكنات في بعض الحاجة يقول لك لا أنا ما أتعرض للألم أبغى يعني يعيش الألم بحذافير وعشان أنا كل ما أتعلمت سأخذ أجر أكبر ما في سند شرعي هذا الشيء فالمسكنات مهمة بس إيش المسكنات برضو أهم يعني ما ينفع مريض القلب أقول له والله أخذ لك هولترين أخذ لك بروفين هذا الضار أصلا ما ينفع يأخذه مريض للقلب فبرضو المسكنات يكون متماشي مع نوع المرض لو لا بشكل عام المسكنات برضو يكون لها طريقة صرف معحدة الجرعات تكون منبه لها كيف الجرعة وبرضو لا كانت كريم ولا كانت مراهم ولا كانت حبوب ولا كانت إبر برضو هذه لابد أن يكون لها توجهات خاصة فيها برضو الملينات مهمة جدا أنتم عارفين في بعض الناس يكون عندها خوف أو إذن يقولها فوبيا لما يكون مختلفة من الزحاب فيحصل عنده إمساك لفترات طويلة يعتقد هذا الشيء طبيعي لا ماهو طبيعي لذلك في بعض الأحيان أنا خاصة لو كان مريض القلب سكر كبير في السن أو حتى شخص عادي يقوله أخذ معك ملين بحيث لو صارت المشكلة هذه هذه الطريقة السليمة لتصرف في هذا الوقت إلى جانب طبعا وجود السوائل مهم المدرات مهمة جدا في أمراض اللي هي جديد الاحتشاء على القلب أو الكلا أو في بعض الأمراض السكرية لا بد أن يكون فيه برضو اللي هي المدرات أن تكون برضو بشكل سليم بعيد عن أشعة يتم توجيه الحاج كيف يستخدمها إلى الجانب أنه يعني أعتقد من المشاكل يواجه الحجاج يقولك ما يعتذر من النقو ما في دورك مياه فما أخذ المدر ما أخذت المدر أصدر في تهلكة فأخذها وإن شاء الله الآن الأماكن مهيئة مجهزة بشكل ما شاء الله ممتاز جدا تقدر إن شاء الله يعني تقضي الحاجة في نفس الوقت ما تضر نفسك الأدوة الوصفية في تهاول من قبل المجتمع بشكل عام طبعا وفي هذا الموسم بشكل خاص يقول لك والله هذه مضاد حساسية خذ لك هذه الحبة والله كويسة جربتها كان عندي طفح وراح يكتشف أنها كورتيزون مثلا يقول لك والله هذا شوف والله هذا ممتاز جدا وأنا جربته وليمني بشكل جميل حتلاقيه مسكن مع مادة منومة هذه الأشياء اللوصفية لابد أن كلها ضوابط وهذه إن شاء الله الدولة الآن بتشتغل على هذا الموضوع لكن لنا كإعلام وكحملة توعوية للحجاج حتى هذه الأدوة اللوصفية لابد أن تكون ضمن إطار طبي بمعنى لا يسمح لمريض الضغط أو مريض القلب أن يأخذ ما يقال عنه بأنه مضاد الاحتقان مضاد إشراف طبي لأنه نفسه سيرتفع الضغط عنده مع وجود درجة حرارة متفعة مع وجود جهد قد يؤدي لسمح الله إلى ارتفاع ضغط المريض إلى أرقام مخيفة تؤدي إلى تلوين مباشر في الأسعاف شوف يعني هو دواء بسيط إلا أنه ممكن المضاعفات تكون شديدة لذلك برضو حتى هذه الأدوية لابد أن تكون بإشراف طبي صيدلي وأن يقال المريض ما هي الأشياء المتوقعة لو حصلت لا سمح الله هذه المشاكل كيف يتصرف تفاعلات الدوائية هذه طبعاً من الممكن مشاكل الأزل هذا عشان كده تساعد في معظم الأوقات بنحاول بنستنفر يكون لنا إن شاء الله منوبات حتى على مدار 20 ساعة لأن في بعض التفاعلات الدوائية أنتوا عارفين دواء مع دواء ويسوي تفاعل قد يكون محبوب بعضها محبب زي ما بحس نسوي مع الأسبرين مثلاً بعض المضادات التخطر بغاهم يشتغلوا مع بعض عشان أخذ كمية صغيرة من كل علاج ويصير عندي المفعول قوي لكن في بعضها لا التفاعل هذا ما هو تفاعل محبب بالعكس يقلل مفاعليتهم لبعض ويصير نزيفة عند المريض ومريضة كذا لابد طبعاً أن يكون فيه إشراف طبي صيدري توجيه طبعاً أكيد ولو حصل الطري يأخذ العلاج مع بعض إشياء توصية الصيدرانية المناسبة من الأشياء التي كنت أقولها للمرضى عندنا في المستشفى أنت الآن تأخذ إنسولين وتأخذ مدير مور يجب أن تضع فيها لك شيء مهم جداً الإنسولين يشتغل على الشوائب والمدير نفس الشيء لما يأخذهم مع بعض لابد يكون عنده فكرة مريض أنه هذا التفاعل اللي هيحصل بينهم هيؤثر على نسبة الشوائب في الجسد مع أنك كذا مطالب أنت أنك أنت تتابع هذا الشيء تحس في ذوخها تأخذ السوائب لكمية مناسبة نأخذ بعض الأغذية مثل التمر أو الموز عشان يرفع نسبة الشوائب في الجسم فبالتالي ما يحصل عنده هبوط أو يحصل لا يسمح ما عنده ضربات قلب غير محبدة وهكذا طبعا التفاعلات هذه ما حتنتهي لكن أنا قصدي برضو نحطها كعنوان وبعد كذا السادل الموجودين إن شاء الله نغطيهم في حملات الحج موجودين وبإذن الله على مستوى علمي ممتاز يقدروا يغطوا هذه الجزئية قادة أنا أعتقد أنه الأعشاب هي يعني الدواء الآمن والذي ليس له مضاعفات وهذا غير صحيح نهائيا يعني أنا في أكثر من حال دخلت عندنا خاصة في وقت كورونا اللي كان يأخذ الزنجبيل بكميات مرعبة وكان يدخل إلى مرحلة التنويم في العناية المركزة لأن زنجبيل كثر الزنجبيل يكسر القرات الدم البيضاء مما يؤدي إلى للأسف مضاعفات أكبر لمريض الكورونا أيضا الأدوية الأخرى اللي هي الآن طبعا للأسف ما هي مديني الوقت أكلم عنها كلها لكن الحلبة يقول لك أنا أخذها عشان أوقف أدوية السكر الحلبة نفسها تؤثر على وظائف الكلاء اللي يبعث كده ستؤثر فيما بعد على زي ما قلنا لزوجة الدم وبالتالي يخدو تجلطات لنا المريض فبالتالي حتى الأدوية العشبية يكون لها ضوابط يكون لها استشارة صيدلانية عشان نقدر ناخد الكويس منها بضوابط صحيحة منظر ما يكون لها مضاعفات هذا الكتيب أنا كنت أستخدمه من سنتين وكل سنة منجدده في المركز عندنا لأمراض القلب مع الحاج فيه كل مرة لها التوصيلات ووالتالي إش يسوي كيف تفاصيلها يوحفل معاك كذا إش يتسوي وهكذا الكتيب موجود وإن شاء الله حيث يطلق عن طريقة صاعدة جميع القلب من السعودية خلال إن شاء الله الإسبعين القادمين ممكن حتى يعني اللي عنده ربع في هذا الشي يسوي له إن شاء الله تحميل وبلاكس يعني على راح بوسع الآن الحقائب الطبية تم ذكر عمليتور أشرف وأعتقد هي طبعا منوعة وكثيرة جدا يمكن بعضها الحين تم استخدامه زي الحقيبة الطبية للسفر مثلا هي العامة بشكل عام اللي يبغي يثور مثلا رحلة سفر أو صيف أو كذا فأكيد بجهز الأدوية بطلقة معين الحقيبة الأسعافات الأولية في الحقيبة الطبية الشخصية اللي هي زي ما اتفاقنا اللي هي جزئية اللي هي ممكن تكون فيها اللاوصفية لو حصل أطياء شي يسوي لو حصل يعني مشاكل معينة طفح هذه الأدوية المعينة في حقيبة الطب اللي هي طبية المدارس وهذه طبعا يعني ممكن ما نتطرق لها كثير في الأعلام معنا ولا مهمة جدا لأنه أنا شفت كثير من طلابنا محتاجين برضو توعية في هذا الشيء والمدارس عندنا محتاجة هذه التوعية والطبيبة الطبية للحاجة اللي هي اليوم إحنا يعني هي مربط الفرس عندنا هي ممكن يقول لكم الستار هي النجمة الحين حق المحاضرة ما هي وبالتالي ما أدواتها إيش فعليتها إيش محتوياتها أهم شيء طبعا أكيد حيكون أول شيء هو أول حاجة الدفتر الإرشادي اللي فيه تفاصيل حق لوساء الاتصال والتواصل واللجوء إلى الناس المتخصصة في وقت الحج وأيضا فيها ممكن بعضها يكون فيها شرحا بعض الأمراض اللي قد يكون الحاجة نفسه ما عنده فكرة عنها الجزء اللي بعد كده يخص الدواء خافض حرارة هذا مفتوض يكون رقم واحد وأساسي وما في حوار فيه وأعتقد يكون حتى مش بس على شكل شراب فقط أو حقوب فقط أو حتى تحميل لأنه هذه مهمة جدا زي ما قلنا ضربات الشمس وأيضا للفئات العمرية المختلفة مضاد السعال وطارد البلغة المهم طبعا ومتعرفين أكثر الحجاج بعضهم مع الموية الباردة مع اختلاف الجو وهكذا قد يتعرض إلى التهابات يحتاج فيها لطارد البلغة الكريمات المرتبة مهمة جدا زي ما تفقنا وخاصة في حال وجود التسلخات برضو الكريمات لألم المفاصل العضلات وخاصة أن الجهد العضلي في هذا المسم سيكون في غاية الأهمية ممكن سيكون أقوى جهد سوى الإنسان من يوم التول الكريمات مهمة جدا طبعا وأعتقد بعضها مهم حتى لعلاج الجروح الآن الحقيبة فكرتها الأساسية توفير علاج في وقت مناسب أيضا المهم في الحقيبة الطبية أنها تكون كل شيء نبغى متواجد في نفس الوقت وبأسرع وقت ممكن لأنه أنا ما أعتقد سيكون في أهم من هذا الوقت أن الإنسان يسعف الحاج بحيث أنه يكون قادر على أداء الحاج إلى آخر نقطة وهو مستمتع وهو في روحانية عانية جدا فأعتقد هذه تكمن أهمية الحقيبة فيها أعتقد من الأشياء المهمة أيضا وجود مقص مظلة منظمة الأدوية بحيث أنه ياخدها يخرج فيها مثلا يسوي فيها الطواف يرجع وهكذا مستنات زي ما تفقنا قطرات للجفاف يعني من الأشياء أنهوملها طبعا العين ما كان يحصل فيها إصابات أغسول الشم غثيانة حصل أقياء تسمم غذائي وهكذا برضو زي ما اتفقنا اللي هي المضادات الحيوية وهذه أنا أركز عليها بشكل قوي أنا عارفة أنه ممنوع صرف أي مضاد حيو من غير مصفة طبية إلا أنه لو الحاجة يضطر إذا يأخذ مضادات حيوية يفضل طبعا في الموحدة هذه أنه يراجع الطبيب ويأخذ المضادة الحيوية مناسب له بس ما في دعا يتعاطم معا لين يحتاج إن شاء الله علاج ربعا الحساسية يعني رباط ضاغط لو يحتاج المريض ممكن يحتاج إلى بعض الكفوف الكمامات يعني هذه أمور مهمة إلا أنه أهمها تم عرضها في الشرائح السابقة على افتراض أنه هذا الشيح حصل فلابد طبعا أن يكون هناك ارشادات طبيعية بطريقة استخدام هذه الأسعافات الأولية توجيه طبعا أكيد الحاج إلى الماكل المناسبة وبالتالي تم إسعاف الحاج ماذا بعد إسعاف الحاج وهذه جزئية أعتقد هيكون فيه إن شاء الله حملة متكاملة من المتخصصين من الزملاء في الموسم بحيث أنهم يقدروا بإذن الله الآن من الأشياء التي قد يحتاجها وهذه أنا ممكن أخليها الشريحة لكم بالنسبة للصحافة التي تحتاجونها وهذه الجرعات مثلا كيف يأخذها قبل الأكل بعد الأكل لو حصل فيها ألام في القلون وإطرابات كيف يأخذ الأدوية الحموضة وأقلها ضررا الجرعات حقتها يعني هذه الأشياء ما مطلوب من أحد أن يحفظها مطلوب أنها بس تكون موجودة لست ونشيك علينا موجودة وهكذا خلاص يصير الحاج قادر إن شاء الله أنه يتصرف بس بشكل مريح ومن غير ضغط عصبي عليه المغسل كلا وكيف نتصرف معه الحساسية الجذية هذه للأسف تظهر بشكل قوي جدا مع وجود أشاعة الشمس القوية القطرات والمضادات الحيوية وهكذا في جزئية مهمة أعتقد هذه اللي حتكون الآن الجزء الأخير من المحاضرة لو كان لدي مريض سكر إيش الأدوية أدوية هو نفسها ما حنغير فيها شي بس حيصير في كتابة لكل جرعة بالأدد المرات مع وجود تعليمات طريقة الحفظ هذه نصيحة طبعا لي إن شاء الله بإذن الله للحجاج إنه كل حاج يروح للدكتور وللصيدة لي أول حاج يأخذ تمية كافية من العلاج يروح للسليل يقول له كيف أحفظ العلاج حقي في موسم الحج سواء كمريض قلب مريض سكر مريض الربو وتخثر وغير ذلك يعني المرض الآن موجود العلاجات موجودة بشكل صحيح تم إن شاء الله تخزينها بشكل سليم أخذها بشكل واضح ومكتوب حتى لو اضطر أنه زميله أو أحد من الموجودين من الحجاج يساعده في أخذ بعضها يكون كل شيء مكتوب بشكل واضح وصريح آخر شريحة أعتقد التي هي التوصيات العام حفظ الأدوية مهمة جدا زي القطرات إحنا عندما نأخذها وننقذ وخلصنا لا لازم تكون لشخص واحد ما يتتنقل من مريض للثاني تكون لمدة شهر واحد فقط صالحة للعمل يعني بعد شهر تترمى يتحط التاريخ الفتح عليه الحبوب الابتعاد عن أشعة الشمس والرطوبة الشراب الشراب هذا مهم جدا يبتعد عن الحرارة لأنه لو حصل في تكوين بعض الكريستالات فيها فقلت فعاليتها الأنبوغ والإنسولينات والإبر هذه كلها تحفظ في أماكن وحتى في بعضها لها يعني زي كده حافظات خاصة فيها عشان الدرجة للحرارة تكون دائما ثابتة ويتم وضع تاريخ فتح العلبة ونطلب من الحاج دائما أنه يتأكد الجرعة مكتوبة على العلبة بالتاريخ عشان يقدر هو يعتمد على نفسه أو أحد يساعده فيها البخاخات بعيدة عن أشعة الشمس لأن الأشياء اللي دائما ننصد فيها يصير في توعية داخل الحج وفي إن شاء الله بإذن الله الحرم وما حول الحرم وفي أماكن الحج التوعية موجودة وقائمة ودربوا ناس على هذا الشيء الملسقات البروشورة الآن حتى ما شاء الله حتى عن طريق السايتس وعلى طريق الإنترنت السوشيال ميديا الآن بقوة الهدف من التوعية للحجاج لا نقول لهم أنتم لا تفهمين شيء هذا غير مقبول طبعا لا أنتم عارفين كل شيء وإنت يا أيها الحاج أنت طبيب نفسك ولكن تحتاج إلى بعض التعليمات فقط لتكون طبيب نفسك المثالي لأنه ما في أحد يقدر يتابع علاجات المريض زي أو الدقة اللي حيكون هو دقيق فيها لأنه عارف جسم الشباب البعد طبعا تسمى غذائي وهذه توصيتنا لهم والبعد طبعا أكيد عن الأماكن اللي هي فيها تلوث فإذن شوال ختام طبعا أرقيت الضوء على أهم النقاط أعتقد لي سواء كان صحية دوائية وحفظ وتخزين الأدوية مهم جدا لما اتفقنا طبعا هذه بداية لحمنا إن شاء الله ستكون متسلسلة متخصصة بإذن الله موجهة بشكل مكثف هذه الفترة لأنه بإذن الله الحاجة على الأبواب والجميع الآن مؤهب لهذا الشيء ويعني حكومتنا الرشيدة بذلت الغالي والرخيص من أجل الوصول إلى حج آمن وبالتالي نحن كفريق صحي وفريق طبي نساعد ونعاون بإذن الله للوصول إلى الطمة نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تصن هذه المعلومات الأكبر شريحة ممكنة وهذا على عاتقكم أنتو أيها الزملاء والأخوان الحكين اللي في الصحافة دوركم الآن المعلومة الآن موجودة خرجت بشكل إن شاء الله موثق من مصادر الموثوقة أنتو الآن صوتنا في المجتمع وفي الموسم وصلوا هذه المعلومات إلى أكبر شريحة ممكنة يعجلكم الله سبحانه وتعالى على العلم الذي تقومون بنشره الإعلام دائما كان هو لسان وهو مكبر الصوت للمجتمع مجتمع السعودي الآن بحاجة لكم بشكل قوي جدا من أجل الوصول إلى حج آمن إن شاء الله وإلى لقاء آخر بإذن الله في حملة قادمة جزاكم الله خير بإذن الله شكرا جزيلا دكتورة فخر دائما ما شاء الله عليك تثرينا بكعاداتك بهذه المعلومات القيمة اللي إن شاء الله بإذن الله ستكون مفيدة وهي كذلك ستكون مفيدة بحول الله تعالى لحجاج بيت الله الحرام ولنا أيضا كمجتمعين ونفس الطلب اللي طلبتهم دكتور أشرف إنه احتمال نحتاج إلى بعض الصور من الشرايح من المحاضرة عشان نقدر نشاركها مع نفر صاحبين إذا كان ممكن أن تسمحيه لنا أكيد طبعا زي ما قال دكتور أشرف إن شاء الله ينتفع به بإذن الله بإذن الله يصاب بها الحج وما هو تأثير اختلاف موعد موسم الحج من عام لآخر على ذلك طيب أولا شكرا جزيلا على هذا السؤال أنه في حقا يلامس الواقع ويلامس اهتماماتنا إحنا كمقدمين خدمة وأخذ الحيطة والاحترازات الوقائية عشان تصدل هذه النوعية من المشاكل الصحية سواء كانت أمراض معدية أو أمراض غير معدية الأمراض المعدية طبعا هي موجودة هي في هذا الموسم هي أمراض التنفسية العلوية سواء كانت فيروسية بدرجة كبيرة أو بكتيرية بدرجة أقل التهابات الحمى الشوكية أيضا برغم أنه موظم يعني كل الحجات أحد الاشتغطات لنكونوا حاصلين على هذه التطعيمات فإن شاء الله بإذن الله تكون هذه هي الأمراض المحصورة لكنها يعني لابد من الأخذ الحيطة والاحترازات الموقائية ضدها فعندنا التهابات التنفسية العلوية الفيروسية وعندنا كمان الحمى الشوكية وعندنا الأمراض الجهاز الحضمي سواء التهابات المعوية أو تسممات الغذائية هذه يمكن أهم المشاكل الصحية التي دائما نشوفها في مواسم الحج لكن بالنسبة المشاكل الصحية الغير معدية طبعا هي كل الأمراض التي يعاني منها أي شخص عادي في مواسم غير الحج لكن تظهر بشكل كبير لأن مواسم الحج يكون في نوع من أنوال الإجهاد والتعب الجسدي اللي بيأثر على المناعة ويسبب نوع من أنوال الأرباك في أنظمة الاستقرار هذه الأمراض من ضمنها أمراض السكر وطاط والكلسترول أمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي برضو ناخد في الاعتبار أنه هذه السنة في سبب الأجواء الحارة الموضوع للجهد الحراري قد يكون أحد السمات البارزة لأهم المشاكل الصحية التي ستعرض لها الحجاج بالإضافة ونأمل بإذن الله أنه لا ترتقي إلى ضربات شمس فقط الجهد الحراري كان التعامل مع المشكلة هذه مباشرة من الحاج نفسه بالوصول الأماكن التي فيها ظل وتبريد جسمه والشرب السوء الكافية وعدم الإجهاد والوصول إلى المختصين من أصحاب في منشعة المرافقة الصحية سواء الموجودة في المخيمات أو في المستشفيات لتلقي العلاجات والتأكد من استقرار حالته أعتقد هذا هو السؤالين كانت الأمراض المادية والأمراض غير مادية ما أريد إذا كان فيه إضافة أو سؤال إضافي هو فيه سؤال من الأستاذ نجلاء بردو موجه الحراري كم ببتور أشرف الأستاذ نجلاء الحربي من صحيفة الوطن هل تناول لقاح الحم الشوقية والكوفيد والانفلونز الموسمية مع أن يتسبب فيه أعراض جانبية للحاج أن تناولها وما هي أكثر هذه الأعراض فيوعد وكم يحتاج من الوقت كي تزول هذه الأعراض طبعا هو الكورونا دائما نحن نعطي تطعيمة الكورونا وبعدها بأسبوعين أو عشر أيام أو أسبوعين نعطي أي لقاحات أخرى لكن لقاح الحم الشوقية مع الانفلونز وغير من اللقاح يمكن أن أعطاها في نفس التوقيت وطبعا زي ما ذكرنا أنه لا بد على الأقل عشر أيام قبل موسم الحاج يتلقى الحاج تطعيمة الحم الشوكية الحم الشوكية الآن النوع الجديد هو الحم الشوكية المدمج المقترن رباعي التي يعطي مناعة ضد الأربع سلالات الأساسية من الحم الشوكية بإضافة الانفلونز هي الانفلونز الجديدة أصدرتها منظمة الصح العالمية في إصدارها الأخير التي تتناسب مع السلالات المنتشرة في هذا العام فبالتالي حصول الحاج على هذه الأنواع الجديدة الحديثة من اللقاحات راح تغطي إن شاء الله بإذن لا مناعة جيدة تؤمن سلامة الحج كل هذا الموصل كمين سؤال من أدخل عبدالله دماز صحيفة الجزيرة للدكتورة فخر الأيوبي هل سبق أن حدثت تفاعلات دوائية للعلاجات التي تحتوي عليها الحقيبة مما يؤثر على قدرة الحج على تأديك مناسك الحج وما العمل حينها سؤال جميل أخي عبدالله يعني هو خلاصة حين تم تسميتها بحقيبة الحاج دكتور أشرف سيد حسن دكتور عبدالحفيظ سيد علي سمينا الحين خلاص الحقيبة صار اسمها حقيبة الحاجة الطبية حقيبة الحاجة الطبية ترى بيحصل فيها تفاعلات دوائية هي مو معناها أنها تواجدت في نفس الحقيبة ما حصير تفاعل لها هي فقط لتجميعها عشان الحاج ما يجلس يدور على هذه الأدوية فقط لكن نجوة تفاعلات أكيد طبعا حتى ترى أدوية المريض نفسها فيها تفاعلات دوائية يعني على سبيل المثال كلنا عارفين أنه مرضى القلب بيأخذوا الأسبرين أكثرهم طبعا أو ممكن هو البلافيكس لو صار عنده دعام بس في نفس الوقت بيأخذ دواء عشان الحموضة ما في تفاعل في تفاعل بالعكس وإحنا عايزين يتفاعلوا أصلا فمنديهم مع بعض أو يعني أنا قصدي في نفس الوقت للمريض ولكن في أوقات مختلفة مضاد الحموضة في الصباح والأسبرين مثلا في المساء لأنه أنا أبغى أخذ فعالية الأسبرين ولكن في نفس الوقت ما أبغى يصير في حموضة أو في قرحة في المائدة فالحقيبة المقصود فيها هنا إنها يعني تجمع الأدوية كلها بشكل يعني إن شاء الله بإذن الله يعني آمن لكنها ليست آمنة دوائيا أبدا والتفاعلات بينها موجودة عشان كذا بعد من نمدي إحنا الحقيقة الطبية للحاج بندي تعليمات كيف يستخدمها يعني هو مضادة الحساسية زي ما أنتم عارفين اللي هو معروفة الكلارينيز أو الأوترينول هذه من الأدوية اللي موجودة في كل بيت أنا بشوف حتى إن شاء الله تبارك الله اللي هما الآن 12-13 سنة بيأخذها هذه الحبة ترى بترفع الضغط عند المريض ممكن من 10-15 مليمتر ميركوري يعني ممكن لسمح الله يدخلوا إلى الإسعاف اللي هو يسمى طبعاً يعني هو الضغط الإسعاف اللي هو يعني اللي هو بيكون خطيراً على المريض فنعم يوجد تفاولات دوائية لذلك بعد ما أحضر الحقيبة الحاج لابد أن يكون هناك تحضير للمادة العلمية المصاحبة لها عشان تكون استخدماتها سليمة أرجو أن يكون كده جوبت على السؤال جميل الأستاذ عصام من مجلة الصحة والغذاء في طحقة اليوم بيقول كل الشكر لكم على المعلومات الثمينة التي قدمتموها والشكر منصول للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وكل المنظمين الأستاذ عصام بيتكلم في سؤال يقول بندوة سابقة لفت انتباهي شعار مهم أطلقه أحد الأطباء واعتقد أنه كان في محاضرة من محاضرات بالدكتور أشرب ويتعلق بالوقاية وحماية النفس وهو أعرف خطة إبزة وعلى نهج هذا الشعار هل نستطيع أن نقول لكل حاجة هذه العبارة المختصرة خذ لقاحاتك عقم يديك باستمرار ولا تنسى كمامتك واحرص على تناول الماء والغذاء الصحي أعتقد هذه مقولة حكيمة فيها كثير من الحكمة بكلمات بسيطة أعرف حطة إبداء أعرف الفئة المعرضة للخطر وهذا لابد أنه كل حاجة يعرف نفسه هل عنده أي مشاكل تعرضه إذا دخوله في هذا الفئة المحددة من المعرض من الخطر لإصابة بالأمراض التنفسية أو التعرض لمشاكل الحج وبعد كده يخطط إذا ظهرت الأعراض يخطط كيفية العلاج هل يستطيع تناول العلاجات الذاتية إذا كانت الحالة يعني بسيطة أو أنه يصل إلى مقدمة الخدمة إذا كانت حالة تستدعي إجراء بعض الفحوصات للتأكد من سلامته أو التأكد من تشخيص لأنه كان مرض معدي لقدر الله وبعد كده يبدأ في نشر الوعي والثقافة الصحية من خلاله أو من خلال من حوله طبعا يعني أثني على الكلام الرائع الجميل يعني حقيقة ثم سمعته وأعتقد يعني الأخ الكريم الذي ذكر الكلام هذا يمكن يعني لخص الموضوع بطريقة أفضل مني ومن الدكتورة الفخرة حقيقة أنه خذ لقاحك عقم يديك أحرص على لبس الكمامة وإحرص على تناول الغذاء السليم وشرب الماء الكافي أعتقد هذا ملخص لكل ما قلنا وأعتقد لو ذكرت هذه كمادة إعلامية صحفية أعتقد رح تلخص كل المحضوات اللي قلناها فشكرا جزيلا لك أخي الكريم ناخد معانا أستاذنا الدكتور عبد الحفيظ خوجة بسؤال لكل من الدكتور أشرف ودكتور فخر طبعا الدكتور عبد الحفيظ غاني عن التعريف تضل الدكتور عبد الحفيظ شكرا أستاذ حسن طبعا الشكر أولا وأخيرا للقائمين على هذه الندوة وهذا المؤتمر الصحفي الذي يأتي مواكبا ومتزامنا مع موسم الحج وهذا جهد كبير جدا ونتائجه كبيرة وتلقى على عواتقنا نحن الإعلاميين لكي نوصلها إن شاء الله إلى المستهدفين منها من الحجاج وأيضاً من مقدمي الخدمات الملازمين والمخالطين للحجاج السؤالين اللي عندي أول سؤال للدكتورة فخر شكراً لك على حضرتك الجميلة دكتورة فخر جداً وفيتي وكفيتي في الشرح وأنا عجبني نقطة الدراج انتراكشن أو التفاعلات الدوائية التي منها التفاعل الحميد اللي يستقصد الطبيب عند وصف دوائين يبغى يوصل لهدف دواء واحد ما يقدر يمكن يوصله ولكن يعطي اتنين اتساعدوا الاثنين للوصول إلى العلاج المطلوب ودرجة من الشفاء ولكن في نفس الوقت هناك التفاعلات الضارة التي قد تودي بحياة المريض وهذه التي تحصل بدون استقصاد لا من أحد وإنما من كثرة الأدوية التي يأخذها المريض معظم المرضى كبار السن يعانون من أمراض مختلفة يتعاطون مجموعة كبيرة من الأدوية لهذا المرض وذاك المرض على من تقع مسؤوليا حماية المريض من هذه التفاعلات هل هم الأطباء المعالجون أم المريض نفسه بالإفصاح عن الأدوية التي يأخذها أم في المؤسسة العلاجية التي لم تفتتح عيادة متخصصة لصيدلي استشاري يقوم بهذه المهمة السؤال الثاني لدكتور أشرف طبعا ستظل عدوى كورونا على قائمة الأمراض التي نحاربها ونقي المرضى من الحجاج منها ونتمنى أن لا تحدث هذه العدوى طبعا الآن هل الحجاج مطالبين فقط بإثبات الجرعتين الأساسية أم أيضا بجرعة الثالثة والرابعة التي تحتوي على مضادات المتحورات للفيروس نبدأ بالدكتورة فخر لو تكرمتين أعتقد هذا السؤال دائما يكون من شخص خبير ويعني قائد وأعتقد حتى موجه بإذن الله السؤالك جدا مهم طبعا أنا بلاكس أنا أحط اللوم الأساسي في التفاعلات هذه على الصيدلي ولا يعني يعني الأسف طبعا أزملاء أمكن يستاءوا مني أخواني وزملاء الصاد اللي يقول لك لأنت الأساس في التفاعل الدوائي فإذا كان الصيدلي عنده مشكلة في بعض المعلومات أو في توصيلها للمريض فهذه لابد أن تحل عن طريق مجتمع الصيدلي بإيجاد ممكن منصات علمية ممكن بعد كذا يصير فيها عيادات متخصصة إلا أنه أنت يا صيدلي آخر من يشوف المريض هو الصيدلي الحاجة الثانية أنه أنت متخصص في هذه العلاجات فإذا كان عندك المعلومة مدتها للمريض فأنت محاسب ما هي موجودة عندك إذن اتعب على نفسك ووجد هذه المعلومة ووصلها للمريض فيما بعد لو أنا وهذا يحصل في بعض الأحيان أنه المريض ما بيقول يعني هذه الجزئية الثانية عشان برضو ما تكون مسؤولية فقط على الصيدلي طبعا النص الثاني اللي شاطره المسؤولية هو المريض بعد المرضى يجيني أنا ويقولي أنا هذه أدويتي وأطالع فيها أبقي يدي النصيحة ألاقي عنده ملف في مستشفى ثانية وملفه في مستشفى ثالثة ويأخذ أدوية للأسف فيها تفاعد ما عندي خبر عنها فبالتالي يعني الحين الصيدلي لازم يتلقف وسير عنده الثقافة وما شاء الله الآن جيل كامل من الصادر المتخصصين اللي ما شاء الله تبارك الله الآن وصلوا إلى مراكز مهمة جدا حتى في هذه المعلومات فجزئية هذه الحمد لله تم تغطيتها والآن هم يعني إن شاء الله كفوا على يعني إن شاء الله تغطية هذا الجزئية لكن الجزئة الآخر اللي هي يجلس مع المريض ويقوله ما هي الأدوية أو حتى الأطعم في زي الحين مرفرين أنا أجد فترة كبيرة وبدأت رمضان أكثر من ثلاث حالات تنويم عندي في المستشفى ومع زمينات أخيات المشكلة الثوم على سبيل المثال بيتفاعل مع الوارفرين كثير مننا لا يعرف هذه المعلومات ولا المريض نفسه حتى عارف هذا الشيء يقوله أنتوا قلتوا ناكل أكل صحي فجلس بيأكل في صلط صلطة طيب كلها على سبيل المثال الثوم وهكذا زنجبيل دواء آخر مثلا الوارفرين مع المضاد هذه الجزئية يعني هي مهمة وهي قاتلة في بعض الأحيان لكن هي تعاون بين الصيدلي وبين المريض لا ألوم الدكتورة في هذا الشيء الطبيب الآن أنا لا ألوم ولأن الطبيب في الآخر هو يعني سوى الجزء عليه التشخيص حدث وصف العلاج تم وبعض الأحيان حتى باستشارة مع صيدلي صرف العلاج والحفاب عليه والتزام المريض في وقت العلاج هي مشاطرة بين الصيدلي وبين المريض طريقة والآلية في التوصيل المعلومة لابد طبعا أكيد من وجود إن شاء الله تعاون وممكن هذه تكون منصة مهمة جدا حتى زملاء في الإعلام يبصوا في هذا الشيء وجود حتى طريقة للوصول إلى المريض بين الصيدلي والمريض يكون مثلا في قناة تكون أو واتس أب أو طريقة التواصل معينة بحيث أنه استشير الصيدلي في العلاج الفلاني على رحب السعب لكن أي فكرة أي شيء ممكن يصير إحنا جاهزين وأتمنى بإذن الله تكون هذه يعني إن شاء الله هي منهج التعامل القادم بين الصيدلي والمريض أشكرك دكتورة فخر حقيقة إجابتك جدا وافية ولكن إحقاقا للعق والله إني أنا في عيادتي أكون سعيد جدا عندما أسمع التليفون إيرين والصيدة اللي بيكلمني بعد ما خرج المريض لصرف الدواء ويقول الدكتور خلي بالك ترهو بيأخذ الدواء ده قبل قبل كده صرفناه دواء ثاني والإثنين فيهم ترى مضادة وأعيد الوصفة وعدل الدواء ألغي دواء وحط له البديل المناسب اللي ما فيه ما فيه تفاعل قد يحصل لا قد درها نعم دور الصيدلي كبير وأنا أشكرهم شكرا وأنا أقول كن شجاع أخي الصيدلي أرفع التلفون للطبيب واشرح له إنه ترى في دواء أنت كتبته صح ومفيد لكن في نفس اللحظة ترى المريض بيأخذ دواء آخر والإثنين ممكن اتصادمه مع بعض شكرا جزيلا دكتورة دكتور أشرف طيب الله أتك العافية شكرا دكتورة فخر كإجابة مثالية وجميلة ما شاء الله بالنسبة للسؤال نسألت دكتور أبن الحفيظ بالنسبة لجرعات كورونا المرتفطة بحاج هذا العام طبعا بالنسبة الحجاج الداخل مشترط الاشتراطات في وزاعة الصح أن الكل يحصل على ثلاث جرعات للتطعيم الكورونا طبعا الجرعة الرابعة هي تعتبر جرعة منشطة المطلوبة لبعض الفئات المخصصة من مجتمعنا اللي احنا دكتناهم اللي هم مرضى كبار السن المرضى اللي هم عندهم مشاكل أمراض مزمنة المرضى اللي هم عندهم بيطار بعض الأدوى المثبتة المناعة أو حصلوا على زراعة أعطاء بالتالي عندهم ضعف المناعة هذا اللي اشترط أنهم يحصل على الجرعات الرابعة فهذه الجرعات بإذن الله تعطي مناعة كافية ووافية بالنسبة للإصابة المرض لكن ما زالت الإمكانية لحصول وانتشار المرض ببعض الفئات وبعض التجمعات موجودة حتى اليوم لكنها بنسبة بسيطة جدا والملحوظ إحنا كالطباء بنشوف الحالات أعراضها قد لا تذكر ولا تظهر بشكل يعني لافت للنظر وتمر في كثير من الأحيان مرور الكرام كده بصورة أعراض تنفسية علوية بسيطة وتنتهي لكن يجب على الحاج إذا ظهرت عليها هذه الأعراض وظهرت عليها بعض الأعراض التي عادة تكون مرتبطة بالكورونا زي الصداع أو حسنة الشم أو التذوق أو الألام الشديدة في الجسم التي هي غير معتادة في أعراض الإنفلونزا هذه قد تكون مؤشر للإصادة بأعراض تنفسي يرتبط بالكورونا وليس بالإنفلونزا العادية يجب عليه الوصول إلى أقرب مركز صحي والخضوع للفحوصات والمسوحات المطلوبة حتى يتم اكتشاف المنطب وحماية وحماية المخالطين من حجي حتى نحصل على حج آمن بإذن الله هذا العام شكرا بارك الله فيك دكتور شكرا لكم أنا حقيقة يمكن لأن الوقت أهمنا كثير في سؤال حقيقة أنا نفسي عجبني من المقدم الأستاذ سامير المصري من غالف تايمز عربية بيسأل هل يوجد أو توجد حملة توعوية بجميع اللغات اللغات العالم وهل متوفر متطوعين ذوي اختصاص لكبار السن والمرضى والأمراض المزمنة إذا تسمحوا لي فقط أنه أنا أحب أجاوب على جزئية بسيطة كأحد مسؤولي التوعية الصحية وذلك صحة سابقا وأترك المجال من وكمان إذا كان الأستاذ سامير يقصد فيما نحن فيه في المتنامج أو المؤتمر هذا المؤتمر هذا في العادة نحن نترجم إلى عدة لواق حقيقة بالتعاون مع المجلس التنسيقي لحجاج الداخل وتم بثه في أيام الحج اللي هي أيام التشريك وبثه على الحجاج بمختلف اللغات لتوعيتهم بكيفية الوقاية نفس الكلام اللي قال الدكتور أشرف يترجم ويتحول إلى عدة لغات وبالتالي ينعرض عليهم كنوع من أنواع التوعية وهذه مشاركة لكن الحملات الفعلية تبدأها وزارة الصحة من وقت مبكر وزارة الصحة تبدأ التوعية من سفارات المملكة في خارج المملكة بمعنى أنه تقدم البرامج التوعية عن طريق الملحقيات الصحية في السفارة الملحقيات الصحية في السفارات بتوزحها لحملات الحج في الدول بمختلف الدول للعالم تبدأ حملات التوعية هناك وبعد كذا تتكمل في المطار وتتكمل في المخيمات في الحج في المشاعر المقدسة في المدينة المنورة في مكة المكرمة وهذه برامج مقدمة من زمان في مجالة الصحة تتطور مع الزمن حسب تطور الوسائل التوعية هذه بس نفذة وأترك الإجابة للدكتور أشرف ودكتور الفاخر طبعا يعني استكمال نفس الموضوع طبعا في كثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الخاصة تحت تحت يعني إشراف بعض القطاعات الحكومية منها وزاة الصحة وغير من الجهات الأخرى لهم يكون بأعمال تطوعية خلال فترة الحج من ضمنها بعضها التطيف الصحي وبعضها حتى شهدنا في بعض السنوات الماضية نزول فرق طبية لخدمة الحجيج في بعض المشاكل الصحية من ضمنها يمكن كان القدم السكري والقدم الحاج وتوعية بعض الحجاج بأهمية الإجراءات الوقائية وبسلوكيات الصحية الصحية السليمة فهذه كان كلها حراك مجتمعي جميل أظهر تضافر القطاعات كلها مجتمعة في خدمة الحجيج وهذه تأدية لرسالة الكبيرة السامية التي تقوم بها دولتنا الرشيدة في توفير الأمن والسلام لحجاجنا وفي نفس الوقت توفير كل سبل الراحة والوقاية من الأمراض حتى يتفرغ تفرغ كامل لأداء هذا المنسك المهم في حياتهم وأحنا نقضى في النهاية بالاحتفال بحج آمن وسالم نضيفه إلى سجلنا الحافل بمثل هذه الإنجازات العظيمة في بلدنا الكريمة يعني يعطيك عافية أشرف ما شاء الله لحظة السؤال في إضافة بس يمكن هما برضو هل في أحد متخصص في عندنا من الصيدلة يعني حسن تدريبهم في الرياض وفي بعضهم من اللي هما في مكة منطقة مكة ومنطقة المدينة في كلات صيدلة هناك بيدرسوهم اللغة الأردو وبرضو حتى بيتكلموا باللغة اللي هو اللي هي والإنجليش والفرنسي والإيطالي وبعضهم اجتهد الآن بالروسي فأنا قصدي هي جهود للأسف لسه في بدايتها لسه براعم أعتقد بالعكس يعني ما شاء الله سيد حسن واللجنة المنظمة يعني عملوا بادرة طيبة أعتقد ممكن باد كده بإذن الله يصيرها حتى يعني تفعيل وتنشيط بحيث أنها تكون حتى متوجهها فعلا بعدة لغات وبعدة تخصوصات زي ما قلت أنا في المحاضرة يعني يبغى لنا بعض المعلومات نحطها بلغة اللي هي الكومن الأكثر شيوعا يمكن لغة حتى التركية ممكن تكون جزء من الحملات المواجهة وماشاء الله عندنا الآن شباب أنا بتكلم أنا سارة لأنني أنا صيدة لانية أنا متأكدة برضو في بتخصوصات أخرى بعضهم بينزل حتى في الحملة في الحملات الحج تطوعين يقول لك أنا أتقل مثلا الأوردو فأنا نازل الآن أشرح للمرضى كيف يأخذ العلاج أو كيف يتصرف في ضبط الحالات الإسعافية فالحملات يعني هي بتحتاج طبعا إلى عناصر مهتمة ونشيطة زي ما شاء الله نجي للصاعد الآن وإلى تمجيه أكيد وستما بحيث أنه يصير لها قائد يوجه إيش تخصوصات اللي يسووها متى يبدأوا سعودية ترجمنا اللي هي الأدوية أخذ الأدوية إلى الآن ستة لغات ما هي فقط للحج هي بشكل عام يعني تعليمات العامة لأخذ الدواء الصحيح بستة لغات شغالين الآن إن شاء الله نصلها إلى عشر لغات اجتهادات لكن أنا أتمنى طبعا من المنصة هنا أدعو لو في أي شيء زي كده في البلد أنا جاهزة بالعكس وأنا معاكم وإن شاء الله بإذن الله تكون حملات وإحنا كمان حتى لغة الإشارة أصبحنا يعني متقلينها معنا بشكل كبير بالإضافة لغة الإشارة يعني هي المشاء الله الجهود موجودة الطاقات موجودة الليش يعني ممكن وكبرنا إحنا الآن زي ما يقولوا وي أون اللي هم الحرمين فهنا بنواجب طبعا أكيد المتخصصين والجهات هنا إن شاء الله ما تغسر اللي هي اللقبادة في توجيفاً حملات متخصصة في أمراض معينة وبيلغات متنوعة وجهزين إن شاء الله الحملات قادمة بإذن الله السؤال الأخير بس هو الحقائب حقيبة الحاج أو الحقائب الدوائية أنا يعني أتمنى هذا الشيء يكون موجود لدى كل العجاج إلا أنه أعتقد هي اجتهادات شخصية ماذا أستاذ حسن أو كانت محاولات مبنية بدلناها العام الماضي على الأسف أنه يكون فيه بس الأسف أنه وجدنا أنه فيه عدم يعني دعم كافي لهذا المشروع والله هو إن شاء الله بإذن الله ما زال قائم وما زلنا بنحاول أنه يكون فيه مشروع كامل للحقيبة الطبية الموحدة رعاية ومظلة وزارة الصحة ووزارة الحج وإن شاء الله ما زلنا شكالين على هذا الكلام إن شاء الله أتمنى السنة الجاية يكون أنه تمت الاعتمادات والموافقات بإذن الله إن شاء الله هذه بس ردا على السؤال الأخير كانت سألني أنه هذا السؤال فهو الآن بإذن الله يأتور أبد المهدي أبد المهدي عيب فهو بس يعني توضيح أنه لأنه فعلا سؤال مهم جدا وجاء يعني في جوهر صراحة المحاضرة وبإذن الله زيما قال لك حسن والجميع ما شاء الله الفريق يعني نشط ويسعى دائما إلى الأفضل بذلك جهود جبار العام الماضي حقيقة معنا بإنه نبدأ نطلع من السنة هذه لكن للأسف إنه كانت الأمور الفريقراطية يمكن طلتنا بس السنة الجاية بإذن الله نطلق من الشعب إذن بحول الله طبعا نحن اتجاوزنا يمكن أكتر من نصف ساعة أو ساعة إلى ربع عن الوقت المحدد كانت محاضرات شيقة كان كلام جميل يمكن كان التواصل الودي مع الأقوة الصحفيين مما دعا إلى اعتذار الأقوام في المجل التنسيقي وخروجهم لظروف طبعا ارتباطاتهم واجتماحاتهم فبداية طبعا لا يسعني في النهاية إلا نتقدم بخالص الشكر الجديل لسعادة الدكتور عشرف أمير والدكتور فخر الأيوبي وكذلك لمن كان ضيوفنا ومعنا سعادة الدكتور حامد الراشدي مشرف الجودة والتمييز المؤسسي في المجلس التنسيقي لحجاج الداخل وكذلك الأستاذ أنس النهيبي مسؤول الملف الصحي وبرنامج أجير بالمجلس التنسيقي أيضا والأستاذ جمال البحك المدير العام لشركة الأمران لحجاج الداخل والشكر الجديد كل الشكر موصول لكم الأخوة والزملاء والزميلات الأفاضل الصحفيين الكرام الذين دائما تشاركون في هذه الندوات وهذه البرامج لتكون خير سفير وناكل هذه المعلومات للمجتمع من خلال الصحف ووسائل الإعلام التي تمثلونها شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتطبحونا على خير يغطيكم العافية جميعا شكرا جزيلا لقائد الجميل الثري ونلتقي دائما من عام لعام ومن إنجاز إنجاز إلى إن شاء الله نجاح أفضل وأحسن وأمهر من كل السلام بإذن الله شكرا شكرا دكتور أفاخر أستاذ حسن أستاذ حسن أستاذ الله حفيظه جميعا نراكم نراكم على خير قريبا كل عام أنتم بخير مجمعون يا رحم أفضل 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 دعوة ياريت لو تشرر فينا يوم الجمعة القادم في فندق إنتر كنتنينتل في عندنا مؤتمر برياسة الدكتور أشرف فنتمنى لو حظرتك تشرر فينا يوم الجمعة والله أتمنى